تقع جمهورية افريقيا الوسطى في قلب القارة الافريقية تحدها السودان من الشمال الشرقي وجنوب السودان من الشرق وتشاد من الشمال وزائر والكونغو من الجنوب والكاميرو من الغرب تبلغ مساحة جمهورية افريقيا الوسطى 622984 كم مربع ويقدر عدد سكانها بحوالي 5 ملايين نسمة في تقديرات عام 2008 ويشكل المسلمون نحو 15% من سكان جمهورية افريقيا الوسطى مما يجعل الاسلام ثانية اكبر ديانة في البلاد بعد النصرانية التي يدين بها نصف السكان اما بقية السكان فانهم يدينون بديانات اخرى واما اللغات السائدة فهي الابونجي والفرنسية والعربية والسواحلية بينما لكل قبيلة اللغتها الخاصة واللغة الرسمية هي الفرنسية انتشر الاسلام في افريقيا الوسطى في مطلع القرن العاشر الهجرية السادس عشر الميلادي عندما بدأ الدعاة يفيدون الى المنطقة ومن اشهرهم محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي جاء من شمالي افريقيا كما خضعت اجزاؤه الشمالية والشمالية الشرقية للممالك الاسلامية التي قامت في منطقة تشاد وفي غربي السودان فزاد انتشار الاسلام ويعيش معظم مسلم افريقيا الوسطى في الشمال بالقرب من الحدود مع تشاد المسلمة ومعظم المساجد في جمهورية افريقيا الوسطى متواضعة البناء تبنى من القامات المحلية والكثير منها في حاجة الى اصلاح او اعادة بناء وتنتشر المساجد رغم بساطتها في معظم المدن ولكن اكثرها في العاصمة ففيها احد عشر مسجدا ومعظمها الحقب بها المدارس القرآنية وتوجد المساجد في معظم المدن الكبرى الاخرى وصل المسلمون لاول مرة الى الرئاسة في جمهورية افريقيا الوسطى وذلك بوصول الرئيس ميشيل جوتوديا الى الحكم في شهر مارس عام 2013 وقد حرص الرئيس المسلم الجديد لافريقيا الوسطى على طمأنة الجميع الا ان مجموعات نصرانية لم يرق لها الامر وبدعم خارجي وبالذات دعم فرنسي قادت جماعة مناهض بلاكا عمليات تمرد وحرب واسعة مارست بلاكا عمليات قتل وحشية ضد المدنيين المسلمين تضمنت حرق الجثث وبتر الاعضاء وتدمير المساجد وتهجير اعداد كبيرة من السكان المسلمين ادت اعمال العنف الى نزوح ربع سكان البلاد عن مناطقهم خوفا من الهجمات الانتقامية التي اودب بحياة ما لا يقل عن الفي شخص وفر عشرات الالاف من المسلمين النازحين الى دولتي الكاميرون وتشاد المجاورتين ترجمة نانسي قنقر